موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الصباح الحير ورحمة يا ربع الجميع عندي تميتو تميتو بندورة عندي بسال اسمين هارف طبعا هذا مكسيت شوية مع ريد احمر فرق مرة بس ان راح اقلي بشوية الصوص مع الفلفل حال فلفل احمر راح اصوي هذا الصوص للاكل فوق الخبز نمسحه مرات من نعمة باروكيو للبيتزا حي الطيب راح اصوي ان شاء الله شوفكم هو هالكم يا غسالتها هذا تقريبا 10 كيلوات 12 كيلوات واني راح اصوي ان شاء الله راح اثرمه وشوفكم بسم الله شوف اثرمتوا عني هذا الحجم راح اضربها بالمكسر وحضرت له هذا الجذر ما راح قلي بها اي شي بس ملح هاذو لاني ابد نهائيا مع شهرين كلها تيجيني هدايا نسيت ما قلتلكم عني التيميتو ما قشرتو كله سويتو بالمكسارة راح اصفي من الحب مالو كلها راح سوى نفسها الطريقة ان شاء الله وشوفكم هو لان خلصتو هذا راح اصفي زين بالمصفايا لاني الحب نهائيا ما ريدو يروح بقويا راح اصفي زين راح شوفكم هو صفيتو اشقد ما اقدر شوفو الحب مالو البثر راح اخلي ساع ساعات معا شو ظهر عدنا راح خليها لي ساعة وحدة ساعة كاملة خليها تفور نائيا ما خليت يطخوا ماء ووصل ماء مالي ما خليت بها ماء عادي نهاية خليها تفور ساعة ما بيملح ما بايشي ايشي شوفو شو نفسها شوفو راح يدخل يصير مثل الجلو راح خليه صار لونساعة يفور خلي ساعة كاملة بعد وطفي ان شاء الله طبعا شون تعفون بعد بيها ماء شوفو هذول اللي اسمون بظل بيها تسعة عشرين كن هذول البابل مثل البخار مثل الواف مثل الواف هذول شوفو اشكا صارت حتى المعلقة ما تشيل بس نهايا لا معلقة استيل بلاستيك خشب شوفو اشكا صارت حتى الارس بس ضلبي شوية ومثال قليل هذول الشيكا حيط ضيط احسن التريوبة خليتاني براون شوغر معلقة واحدة هذا السوس اللي سويته عندي هذا الجسم هذا حيل حيل حار بيت بابريكا كلش حار معلقة معلقة ونص ما خليت بيها ملح نهائيا نهيس اراح اضيف الملح هذا مال ثلاث اربح تشور طبعا لان احنا عدنا محلات نسوي نفس هذا السوس مال فترة طويلة اه اي نوع دهن عدكم حيل اشكركم على اللايكات واحد سألنا قالوا اسمو هتنزلون شي لانش انت بترسيا على ند هذا هذا حيل طيب اه للتريوغة هذا حيل طيب تخلو فوق الخبر وتخلو على الفرن السموكة لوين التميتوس مطلع هذا حيل طيب حتى بالشتة احنا احنا سويها مع الكمية كبيرة طبعا هذا حيل حاج اللي سويته ثاك ثاني بس راح خليبي ملح وشيله ما راح خليبي اي شي لان هذا البيت ابني سيف ما يحبون الفعر احنا وهذا راح خليه بهذا وهذا هو خلص كل شي ما راح اضيب به راح خليض اليوم كامل يبرد وبعدين باستعمال الاكل هذا حيل طيب واشكركم على لايكات وان شاء الله تجربوها ويعجبكم وشكرا طبعا هذا يبط شر قمسة نحائيا ما يصير اي شي اسويت هذا بس بي ملح بس بي ملح ما بي اي شي وهذا خليت بي براون شوغر وخليت معلقة شكر ومعلقة ملح ومعلقة تنريك بابريكا وثلاث معلقة دهن عادي بابريكا بابريكا